بسم الله الرحمن الرحيم فريق جوال الخير يقدم لكم هذه المادة آوى من كان ميتا فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا ينشي به في الناس يا أخوتي في الله أعرف أنك من الشباب أنك أن تشجع وفقار بالمسي والله ما أمفعكم بشي يوم يخر مرء من كموه وأبيه وصاحبته وبنيه ما أمفعكم بشي أرجعوا إلى واحد محد والذي يمكان جميل بدلوا أشرف بن سعيد لتسجيلات إسلامية رب إني لك عدت من سراب فيه تمتو وعلى وجهي شضايا ندم فيه انتهيت رب إني لك عدت من سراب فيه تمتو وعلى وجهي شضايا من منا لا يعرف هذا الرجل من الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المنسلين لبينا محمد على آله وفيه وسلم أيهور الخطو في الله وحييكم بسحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاسم فهد بن سعيد بن عبد الله السعيد الملقب والتعلمون الاسم لوحيد الجزيرة أيام الغطلة ولكن إن شاء الله وحيد الإسلام إن شاء الله الأمر يتجاوز الأربعين لا أريد أن أحل لكن الشيطان لازم أن يصد نعم إنه فهد بن سعيد الفنان الشعبي الشهير الذي يعرفه الصغير والكبير فهد الذي خاف المصير وهجر الفن الحقير حتى لقي الله وهو فقير حياة فهد بن سعيد طويلة لكن يا أيها الحبة سأعيش وأياكم بمشيئة الله تعالى ستة مشاهد من حياة هذا الرجل كلها مليئة بالأسرار والعباد المشهد الأول ابن سعيد الفنان في هذا المشهد أعرض لكم صورة سريعة لابن سعيد الفنان لا أعرضها والله لتمجيد الفن المحرم ولا لتزيين الغناء الباطل بل أعرضها ليدرك الشباب وأهل الفن أن هذا الرجل كان يقف على قمة الشهرة والنجومية ثم رمى بها وراء ظهره خوفاً من الله تعالى بدأ فهد بن سعيد حياة الفن في بداية التمانينات الهجرية دخل عالم الإرسطوانات ثم دخل استوديوهات الإذاعة في التسعينات وسجل للإذاعة والتلفاز عدداً من الأغاني سافر فهد لتسجيل أغانيه خارج المملكة مضت الأيام حتى تحول فهد بن سعيد إلى أحد أكبر رموز الفن الشعبي في المملكة وفي الخليج صدر لهذا الرجل أكثر من أربعمائة شريط غنائي جعلته الفنان الشعبي الأول في المملكة وبلغ إيراده أحد إصداراته الغنائية مليون ريال وانهانت عليه الألقاب أبو خالد فتى الوادي وحيد الجزيرة أسطورة الفن الشعبي وبسبب براعته في العز كان يلقب بملك العود هكذا كانت حياته في الغناء فهل كان سعيداً؟ يا فهد هل كنت سعيداً؟ والله كانت حياتي حياتي شقة تعاسها ضحي حياتي سعادها بدأ نطارد وراها المحذرات مش باع رغبة النفس نطارد وراها الشياطين الشياطين الأنس ومعهم ومن أين ما راحهم هذا هو بن سعيد الفنان فكيف تاب؟ ومتى أناب؟ دعونا ننتقل إلى المشهد الثاني من حياة هذا الرجل ابن سعيد والميلاد الجديد بعد سنوات من الضياع يقبض على فهد بن سعيد في إحدى القضايا فيقضي عقوبة السجن في إصلاحية الحائر بالرياض لمدة أربع سنوات في أحد الأيام من عام 1408 هجرية كان أحد الدعاة وهو الشيخ عبد المحسن المحمود وفقه الله يدخل إصلاحية الحائر دخل الشيخ الإصلاحية ثم دخل العنبر الذي يقضي فيه فهد بن سعيد العقوبة عندما علم الذين في السجن أن الشيخ يريد مقابلة بن سعيد نصحوه بعدم مقابلته يا شيخ ابن سعيد لا يمكن أن يتوب لو تاب السجنة كلهم ما تاب فهد بن سعيد أنت ما تعرف فهد بن سعيد لكن الشيخ أصر على مقابلة بن سعيد ودعوته إلى الحق دخل الشيخ وأخذ يذكر بن سعيد بالله وسبحان الله بدأ قلب فهد بن سعيد الميت ينتفذ ويحيا ويذكر ويخشى وفي لحظة ندم وتقربني الله اتخذ فهد بن سعيد القرار الشجاع ورمى بالشهرة والجماهيرية وراء ظهره وتاب إلى ربه بداية الهداية الفضل يعود لله ثم للتوجهات الأخوة الدعاة جزاهم الله عنا الخير فزارني أحد الأخوة جزاهم الله عني الخير وهو عبد المحسن بن عمر المحمود فذكرني بمين أكون وماذا خرج وجاء بلي بعض التخيبات ووجدت نفسي بأني أسير بين يديه لم أدل أي شيء فالحمد لله الحمد لله الحمد لله على نمثل الإسلام والرجوع إلى الله ما أجمل لحظات التوبة ما ألذ الرجوع إلى الله من رجل غارق في وحل الفن موغل في مستنقع الرذيلة لقد علم فهد الذي طالما تعلقت به قلوب الشباب وصد الناس بالغناء عن رب الأرباب أن له ربا غفورا رحيما يقبل التوب ويغفر الذنب ويعفو عن السيئات ويبدلها حسنات إنها والله رسالة نبعثها عبر بريد المحبة إلى كل عاص ومذنب يريد الهداية رسالة أن ينكسر بين يدي الله ويمرغ أنفه على عتبة الذل والعبودية خاشعا باكيا مستغفرا فوالله ثم والله لا يرده الله الكريم الرؤوف الرحيم بعد هذا القرار السجاع مضت الأيام وخرج فهد بن سعيد من السجن واستقبل الحياة الجديدة وكان من توفيق الله لهذا الرجل أنه التقى بعدد من الدعاء كالشيخ سعد البريك والشيخ صالح الحمودي وفقهم الله وأذكر أنني في تلك السنة التي تاب فيها فهد بن سعيد صليت العشاء في أحد المساجد وبعد الصلاة قام أحد الإخوة وألقى كلمة في المسجد ثم أعلن المفاجأة قال معنا في هذا المسجد الفنان التائب فهد بن سعيد تعجب الناس قام فهد وكأني أراه أمامي وتكلم بكلمات يسيرة ذكر فيها توبته ثم دعا الشباب إلى الرجوع إلى الله والتوبة إليه المشهد الثالث من حياة فهد بن سعيد ابن سعيد والمعاناة بعد الهداية بدأ فهد رحلة البحث عن العمل لم يكن لدى الرجل شهادات أو مؤهلات علمية عمل في أول أمره في إحدى التسجيلات الإسلامية في الرياض ثم سعى معه أهل الخير فزوجوه وأذكر أنه سكن في نفس الحي الذي كنا نسكن فيه في الرياض لا زلت والله ولا أحبه أتذكر ذلك الرجل صاحب الابتسامة الدائمة كنا نصلي سويا في نفس المسجد ويأتي إلينا في المسجد من أهل الخير والصلاح من يقف مع فهد ويسأل عن أحواله مضت الأيام ولم يكتب الله التوفيق بينه وبين زوجته فحصل الطلاق ثم انتقل إلى القصيم حيث تزوج بزوجته الأخيرة وهناك في القصيم بحث فهد عن وظيفه فلم يجد سوى وظيفة حارس مدرسة كانت الوظيفة لا يتجاوز راتبها ألف وخمسمائة رياض ومع هذا رضي فهد بهذه الوظيفة المتواضعة وسكنه وزوجته في سكن حارس المدرسة نعم والله رضي فهد بهذه الوظيفة مع شدة المغريات ولسان حاله يقول أكون ذنبا في الحق ولا أكون رأسا في الباطل بعد أيام من الصبر ينعم الله تعالى على فهد الذي تجاوز الخمسين بولده الأول تقول زوجته لم تكن الفرحة تغادر المحياة عندما وليد عبد الله لما بلغ عبد الله الخامس من عمره بدأ يأخذه معه إلى المسجد حتى في صلاة الفجر تقول زوجته كان يقول لي أريد أن يعرف طريق الحق من بداية حياته في القصيم عاش فهد بن سعيد فقيرا وحيدا لا يملك منزلا ولا رصيدا في البنك كان راتبه المتواضع ينتهي خلال عشرة أيام ويتكفل أهل الخير بمساعدته بقية الشهر ومع هذا فقد كان كما تقول زوجته شديد التوكل على الله يردد دائما قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إنه كنز القناعة والرضا إنه أيها حبة كنز التوكل على الله والالتجاء إلى الله يا أبن سعيد لست بوحيد لأن معك الولي الحميد يا أبن سعيد لست بمهيد لأن العزة بالدين والشرف بالصبر واليقين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين خذوا كل دنياكم وتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا فإني أغناكم دولة وإن خلتموني وحيدا سليبا وأن ننتقل أيها حبة إلى المشهد الرابع من حياته فهد أبن سعيد أبن سعيد والابتلاء لم تكن توبة هذا الرجل وثباته بالأمر السهل فقد توالت عليه الابتلاءات قالوا له كيف يا وحيد الجزيرة تترك جمهورك أين يذهب هذا الصوت الجميل يا فهد تريد أن تكون مثل القارئ فلان أنت لا تصلح للاستقامة بل خاطبه بعض السفهاء علنا في الصحف وقال كيف تضيع نفسك وجمهورك كل الناس يحبونك ويشترون أشريطتك ومع هذا فقد كان فهد جبلا شامخا أمام كل هذه المغريات ثم كان الامتحان الأكبر تقول زوجته في أحد الأيام حضر إلى منزلنا رجلان من إحدى الشركات الغنائية وعرض على فهد شيك بمبلغ يفوق المليون ريال عدأ السكن والسيارة في مقابل أن يوقع عقد حقوق فنية ويعود للغناء تقول زوجته كانت حالتنا المادية سيئة جدا لكن فهد رد عليهم بقوله ما عند الله خير وأبقى في اليوم التالي عاد الرجلان وقدم العرب بصورة موسعة ومغريات أكثر إلا أنه أعاد لهم الكلمة التي قالها بالأمس ما عند الله خير وأبقى وكان يقول لو أعطيت أموال قارون ما عدت إلى الغناء ويستمر مسلسل الابتلاء والمغريات فيتلقى فهد عرضا بمبلغ مئة ألف ريال في مقابل إحياء ليلة واحدة فقط بالغناء ثم يتلقى عرضا آخر قالوا له لا نريد أن تغني فهد أنت لا تريد الغناء نريد منك أن تعود ملحنا فقط ملحن براتب شهري تجاوز الخمسة عشر ألف ريال إضافة إلى سكن وسيارة ومع هذا فثبته الله الذي يثبت الذين آمنوا عندما كنا في القصيم يحدثني أحد الفضل المقربين لفهد بن سعيد يقول والله عرضنا عليه في آخر أيامه أن ينشد بعض القصائد المباحة في بعض التسجات الإسلامية فرفض فهد بشدة وقال أبدا لا أعود أبدا سدا لهذا الباب الله أكبر إنها أيها نحبة صورة مسلقة صورة عظيمة ودرس هام في الثبات الثبات أيها نحبة والصبر على الابتلاء والمؤليات أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أخي الكريم ليست القضية أن تعرف الحق وليست القضية أن تسلك طريق الحق القضية يا أخي أن تثبت على قمة الجبل أمام الأعاصير أن تصبر تضحي في سبيل الله كما ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بأموالهم وأنفسهم وهاجروا من ديارهم ابتغاء وجه ربهم فكن أخي مؤمنا وكن صادقا تابتا على الطريق ولو قل الرفيق يؤثر في الآخرين ولا يتأثر يغير ولا يتغير والله لو مادت الجبال وتزعزعت لم يتنازل المؤمن عن شيء من دينه دعونا ننتقل إلى المشهد الخامس من حيات فهد ابن سعيد ابن سعيد سعيد بعد التوبة أصبح لابن سعيد حظ من اسمه السعيد بدأ فهد بالمشاركة في الدعوة إلى الله عن طريق بعض المحاضرات واللقاءات تقول زوجته حضر لمنزلنا بعض الشباب الصالحين وقالوا يا فهد لقد عدنا إلى الله وكان لتوبتك أثر علينا وكان من آخر مشاركاته الدعوية مشاركته في موسم الحج في مخيم القصيم الدعوي كان فهد إذا تذكر زملائه الفنانين دعا لهم بقلب صادق مشفق بالهداية والرجوع إلى الله كان محبوبا من الجميع في القصيم أبيض القلب لا يحمل الحق ولا الحسد رحيما عطوفا يحب مساعدة المحتاجين وكان في أيامه الأخيرة رغم فقه الشديد يدفع بعض ما يصله من أهل الخير إلى بعض الفقراء حتى طلاب المدرسة هذا الصغار شهدوا لفهد على أخلاقه وطيبته وحبه للخير هذا أحد الطلاب يقول في يوم من الأيام خرجت من المسجد بعد صلاة العشاء فرأيت رجلا يقدم العشاء لعامل المسجد يقول لما دنوت من الرجل اكتشفت أنه فراش المدرسة فهد في الزعيف يطعم ذلك العامل وطالب آخر في نفس المدرسة يقول كنا في الفسحة كان هناك خبز متناثر يعني بعد الطلاب بعد أن يتناولوا الطعام والسندوشات يقول لما مر به فهد ورأى الخبز المتناثر على الأرض نظر إلى الخبز بعين الحزن يقول والله بدأ يرفع الخبز يلتقطه بيديه ويقول بنبرة حزن يقول هذا شكر النعمة هذا شكر النعمة هكذا كان فهد بعد هدايته كان فهد كما ينقل أهل القصيم وزملائه في المدرسة يبكر إلى الصف الأول في صلاة الظهر في المدرسة ويبكر في الذهاب إلى صلاة الجماعة نعم والله أيها الأحبة الكرام لقد وجد فهد من سعيد بعد سنوات من الضياع وجد فهد من سعيد السعادة والحياة الحقيقية أين وجدها والله في الإيمان والعمل الصالح في أخوتي في الله الله ما عرف السعادة ولا عرف الحياة إلا بعد الرجوع إلى الله أنا كنت سابقا أبو خارج وشهده وفجد وين موقع بالزاحم ولا الناس لكن هذه ما لها سعادة سعادتها ثواني دقائق كلها بحل بيته دعونا ننتقل أيها الأحبة إلى المشهد الأخير من حياته هذا الرجل ابن سعيد الفقيد كان فهد كما تقول زوجته يذهب بسيارته مبكرا إلى صلاة الجمعة من عادته أنه يأخذ معه ولده عبد الله ويأخذ معه أيضا إلى صلاة الجمعة جارا لهم كبيرا في السن تجاوز الثمانين من عمره ثم يرجع بعد الصلاة بهذا الرجل المسن ليتناول معه الغداء في يوم الجمعة الأول من شهر ربيع الأول عام 1424 ذهب فهد بن سعيد كعادته مبكرا إلى صلاة الجمعة وكان في ذلك اليوم يشعر بألم في قلبه بينما هو في المسجد سقط على الأرض حمله أحد المصلين وعاد به إلى البيت في اليوم التالي اللي هو يوم السب اشتد على فهد المرض تقول زوجته كان يطلع مني أن أقرأ عليه بعض آيات القرآن ثم كانت ليلة الأحد فلم ينم فهد في تلك الليلة في صباح يوم الأحد أفطر فهد على حبتين من التمر ثم قال بكلمات حزينة يقولها لزوجته المسكينة قال لها أحس بأني سأغادر إلى الآخر صلى الفجر تقول زوجته وانشغل عنها بالذكر والصلاة لم يعود يتحدث معي وكان يذكر الله ويسبح ويهلل إلى ما قبل صلاة الظهر ثم دنت ساعة الرحيل ها هو فهد قبل وقت صلاة الظهر يقوم ليتوضأ فيتعرض لأزمة قلبية يسقط فهد عندما بدورة المياه أمام زوجته المسكينة تفجع المسكينة بالموقف تتصل بالهلال الأحمر لينقل فهد عبر الإسعاف إلى طواري مستشفى الملك فهد في بورينة وفي داخل سيارة الإسعاف كانت اللحظات المحزنة تقول زوجته كان فهد يرفع صوته بالتسبيح وطلب التبات والاستغفار مما جعلني أنهار ولم أتمالك نفسي إلا بالبكاء وقبل وصول الإسعاف إلى المستشفى نزل القضاء ففاضت روحه إلى السماء ولفض فهد أنفاسه الأخيرة نعم لقد رحل رحل الرجل رحل البطل رحل صاحب القرار الشجاع رحل فهد بن سعيد الذي رفض الملايين ورضي عيشة المساكين رحل الذي باع الدنيا بالآخرة ورضي بالزهد دون الشهرة رحل وترك الناس يبكون عليه في القصير في المستشفى يزدحم المئات من الأشخاص الذين سمعوا بخبر الوفاء ينقل هذه الصورة مسؤول ثلاجة الموتى في المستشفى يقول دخل الشباب إلى ثلاجة الموتى ليلقوا على فهد النظرة الأخيرة والدموع تملوا عينهم وبدأوا يقبلون رأسه ويدعون له بالرحمة والمغفرة ويقول رئيس فني الأشعة في المستشفى دخلت الغرفة على فهد لأودعه الوداع الأخير فإذا بالابتسامة تعالوا شفتين وإذا البياض يكس وجهه مع أني أعلم أن فهد كان أسمر البشرة يقول والله لما رأيته بكيت بكيت لما رأيته من حسن خاتمته نسأل الله حسن الخاتمة ويعود وكيل المدرسة إلى منزل فهد بن سعيد وإذا بالمشهد المؤلم يطرق وكيل المدرسة الباب فيخرج له أبناء فهد فيقول له ولده الصغير أكيد أبوي مات يبدأ الأستاذ بتهديئتهم فتنطق البنت الصغيرة بكل براءة وتقول للأستاذ أبوي مات مني مشين بالسيارة وبعد ذلك كانت مشاهد الصلاة والدفن نقل جثمان فهد بن سعيد إلى جامع الخليط في بريدة وشهد الجامع في ذلك اليوم ازدحاما كبيرا امتلأت الشوارع المحيطة في المسجد افترشت جموع الناس الاسفلت الملتهب التحبت أشعة الشمس المحرقة الآلاف من الناس لم يستطيعوا الصلاة عليه في الجامع نظرا لذيق المكان ولم يصلوا عليه إلا في المقبرة بعد الصلاة حملت الجنازة إلى المقبرة على الأقدام ومع شدة الزحام لم تصل الجنازة إلى المقبرة إلا بعد ساعة إلا ربع تسلق بعض الناس سور المقبرة ليشهدوا الدفد ويسمعوا البكاء والنشيج في المقبرة تأثرا بهذا المشهد وضع فهد بن سعيد في قبره وأهيل عليه التراب لتكون خاتمته أعجب من حياته وكانت في حياتك ليعظات فصرت اليوم أوعظ منك حيا موقفان متشابهان أيها الأحبة الموقف الأول كان في عام 1395 هجرية عندما أقام هذا الرجل فهد بن سعيد حفلاً غنائياً في بريدة وكان الحضور كبيراً حتى قيل إن الناس تسلقوا الأسوار ليحضروا الحفل أما اليوم في يوم الجنائز فيزدحموا الآلاف على جنازة فهد بن سعيد ويتسلقوا أسوار المقبرة لا ليشاركوا فهد بن سعيد غناءه المحرم لا والله بل ليشاركوا في دفنه ويستغفروا الله له وشتان بين الموقفين دفن فهد بن سعيد ورجع الناس وإذا بالمشهد المحزن كما ينقل لنا الإخوة أولاد فهد بن سعيد الأربعة أمام باب المدرسة أمام باب فراش المدرسة فهد بن سعيد وبجوارهم سيارة والدهم التي لم تتحرك منذ ظهر السبت طار الخبر في الآفاق ونشرت وفاة فهد بن سعيد العديد من مواقع شبكة الإنترنت أعداد هائلة من محبي هذا الفنان ألقابهم عاشق فهد بن سعيد مفتون بوحيد الجزيرة يا بن سعيد حبك يزيد متيم أبو خالب هذا يطلب أغنيك كذا وآخر ينقل سهرك كذا وآخر يحملها على جهازه ونقل لهم خبر الوفاة في نفس اليوم الذي نشر فيه خبر الوفاة يتأثر الشباب بهذا الخبر وتنتشر التوقيعات والمطالبات من أعضاء المنتدى بحذ أغاني فهد بن سعيد بل رأيت بعض أعضاء المنتدى من محبي فهد بن سعيد يدعو إخوانه الشباب إلى التوبة من الأغاني اقتداءاً بهذا الرجل وسيرته العفظة رسالة من القلب إلى الشباب إلى أهل الفن إلى كل فنان إلى كل مستمع إلى الفن أخيَّ في الله أيها المبارك خذ نصيحة أخي محب لك مشفر قبل أن تشدو بصوتك أو تتلاعب بأوتار عودك أو تستمع إلى فنانك اسأل نفسك يا أخي بصدق هل عملي هذا يرضي الله؟ ماذا لو نزل بي الموت وأنا أغني؟ هل سأقول لا إله إلا الله؟ أخيَّ الكريم هل أعدت للسؤال جواباً عندما تقه بين يدي الله؟ إذا نصبت الموازين ووضعت الدووين وطاشت الصحف هل يوضع الغناء في كفة الحسنات؟ أم في كفة السيئات؟ أخيَّ الكريم والله إني خائف عليك من خاتمة السوء خائف عليك من أن يصب في أذنيك الرصاص المداب فعد أخيَّ إلى ربك يغفر ذنبك ويحصي خاتمتك أحبتي الكرام ونحن نودع فهد بن سعيد لا ننسى أن نذكركم بوصيته التي كان ينادي بها قبل وفاته حيث يقول أي أخوتي في الله أعرف أنت من الشباب أنت شجع وخارب بن سعيد والله ما أمفعكم بشيء يوم يفر مرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه ما أمفعكم بشيء ارجعوا إلى واحد من أحد والذي يمكى الجميع ما أمفعكم بشيء ارجعوا إلى واحد من أحد والذي يمكى الجميع بدلوا أشريك بن سعيد لتسجلات إسلامية في يدكم في حياتكم والله يا فهد لقد وعطنا حيا وميتا فنسأل الله تعالى أن يتغمدك بواسع رحمته ويجمعنا بكبئة رب إني لك عدت من سراب فيه تهت وعلى وجه شضايا ندم فيه انتهيت ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لك من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا توصروا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون